أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة الموقتة عدنان يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1444 هجرية وقالت الوزارة في بيان الله تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه تم مساء اليوم التواصل مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية في الأماكن المتوقع ظهوره فيها من السواحل والمناطق اليمنية ولم يثبت لدى الوزارة رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة حسب إفادة لجنة الأهل المكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء وبذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك